مؤسسة مورز للتصنيف الاعتماني تبقي على نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي في مصر اقرار تعديلات لائحة قانون سوق المال والتباين يغلب على اداء البرصة المصرية حتى منتصف التعاملات الاتحاد الاوربي والبرازيلي اتفقان على تعزيز العلاقات التجارية ومدكاب الاتصالات الى برازيليا لتقليل الاعتماد على واشنطن اهلا بكم مشاهدين في هذه النشرة الاقتصادية المفصلة تأتيكم من النيل الاخبارية والى التفاصيل حيث ابقت وكالة مورز للتصنيفات الاعتمانية النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري سلبية بفعل عدم الاستقرار السياسي وانكشاف البنوك المتزايد على ديون الحكومة ورغم ذلك توقعت مورز ان تظل البنوك المصرية متمتعة بتمويل جيد بفضل وداعها القوية المدعومة بتحويلات المصريين المغتربين على نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي في مصر بلا تغيير منذ 2011 بفعل الاضطرابات السياسية وانكشاف البنوك المتزايد على ديون الحكومة التقرير جاء بحسب وكالة رويترز للانباء متعارضا مع التفاؤل المتنامي لدى كثير من المستثمرين بعدما انجزت البلاد اولى خطوات خارطة المستقبل كما تتجه نحو اجراء انتخابات رئاسية تتبعها انتخابات برلمانية وتراجعت عوائد السندات الخارجية لمصر وصعدت البرصة بنحو 62% منذ ثورة الثلاثين من يونيو ومن ساعتها تدفقت مساعدات خالجية بمليارات الدولارات ما جنب البلاد ازمة في ميزان المدفوعات وسمح للحكومة المستقيلة بالانفاق على خطط لتحفيز الاقتصاد وترى وكالة التصنيف الاقتمانية انه في ظل الطراب الوضع الامني والمناخ السياسي سيظل مناخ عمل بنوك صعبا والسبب في ذلك هو ان النظرة المستقبلية للاستثمار الاجنبي والسياحة وثقة المستثمرين ما زالت ضعيفة وهو ما يؤدي الى ضعف النمو الاقتماني البنوك والحد من انشطتها وتتوقع وكالة التصنيف الاقتماني نمو الناتج المحلي الاجمالي المصرية 2.6% فقط في 2014 دون المستوى البالغ نحو 5% الذي يرى كثير من المحللين انه ضروري لخفض مستوى البطالة المرتفع ورغم ذلك توقعت مدد ان تظل البنوك المصرية متمتعة بتمويل جيد بفضل ودائعها القوية المدعومة بتحويلات المصريين المغتربين ومن شأن ذلك ان يجنب البنوك الاعتماد على تمويلات اكثر خطورة من الاسواق المحلية او الخارجية وفي الشهر الماضي رفعت وكالة فتشا النظرة المستقبلية لتصنيفها لمصر الى مستقرة من سالبة غير انها قالت ان الوضع المالي العام يظل نقطة الضعف الرئيسية في سجل الاقتمان السيادي للبلاد محمود العزالي النيل اعلن رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي ان وزير الاستثمار اقر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قبل ساعات من استقالة الحكومة اضاف سامي ان التعديلات تشمل بابا جديدا لصندوق الاستثمار واضافات مهمة تخص السندات وسندات الطوريق والسندات الايرادية والشرائب الهامش وزيادات رؤوس الاموال والتي ستعمل على تنشيط سوق المال بقوة في السياق المتصل اكد محمد عمران رئيس البرسة المصرية ان المستثمرين في سوق المال يقومون بالشراء بناء على توقعاتهم المستقبلية وانهم في حالة من التفاؤل بالاوضاع الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل على صعيد التداول تباين اداء مؤشرات البرسة المصرية حتى منتصف التداولات فبينما اتاجها المؤشر الرئيس للبرسة المصرية للارتفاع تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة تحت شعار الاصلاح التنظيمي للخدمات المالية غير المصرفية عقد مؤتمر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية يهدف المؤتمر الى مناقشة سبل اصلاح لوائح التمويل العقاري ومناقشة التحديات التي تواجه هذا السوق بهدف تنشيط قطعات المالية غير المصرفية عقد مؤتمر الاصلاح التنظيمي للخدمات المالية بمشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية والبرسة المصرية وقد ناقش المؤتمر في محاوره سبل اصلاح تمويل العقاري والتحديات الملحة التي تواجه السوق العقاري في مصر والمتطالبات التنظيمية والتشريعية لتحسين اوضاعها واهم هذه المشاكل ان المطورين العقاريين بيمولوا الاشخاص تمويل عقاري مباشر لمدة سبع وعشر سنين وده طبعا بياخد من دور شركات التنمويل العقاري وبالتالي لازم يتم تنسيق بين الشركات التطوير العقاري وبين الشركات التنمويل العقاري وبين البنوك كما تطرق المؤتمر الى قضايا قطاع التأمين واعادة التأمين والفرص في السوق المتغيرة نتغل مع الشركات ومع اتحاد التأمين ان نطلع قانون جديد لمواكبة المنتجات الجديدة اللي بتطلع عشان نستحدث حاجة اسمها التأمين متناهي الصغر اللي هو التأمين الشعبي بأسات بسيطة زائد ان احنا فيه سعي عام انه يبقى مصر فيها شركة وطنية لإعادة التأمين وقد صلت المؤتمر الضوء على مشروع قانون التمويل متناهي الصغر الجديد واثاره وكيفية تحقيق اكبر استفادة منه للطبقات الفقيرة الى جانب اثر السياسة التنظيمية للتمويل الصغير ومتناهي الصغر على القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية هذا القطاع لديه القدرة على خلق فرص العمل والدخل وبالتالي رفع حدة الفار ويمكن في مصر مجال واسع جدا اكثر من المتواجد حاليا لاقراض المشروعات وتمويل المشروعات متناهيات الصغر وهناك فجوة تمويلية متواجدة وبالاخص في محافظات السعيد اصلاح مناخ الاستثمار في مصر يقتجي بصورة عجلة مراجعة وتعجيل القوانين وتشريعات المحفزة للاستثمار وذلك حتى يتمكن الاقتصاد الوطني من الخروج من النفق الديق الذي يمر به نوهى اسماعيل النيل تعاني صناعة الغزل والنسيج من مشاكل كبيرة نظرا للحالة المتردية لخطوط الانتاج وضعف الاستثمارات التي تنفق على شركات الغزل والنسيج يأتي هدى في حين استأنف العاملون بشركة غزل المحلة عملهم السبت الماضي بعدما وعدت الحكومة بتنفيذ مطالبهم بعد اضراب استمر الاثنى عشر يوما عاد عمال غزل المحلة الى العمل السبت الماضي بعد عطاء الحكومة مهلة لتنفيذ كافة مطالبهم مكان دار وكل حاجة والمكان والدنيا كلها زي الشغالة وزي الفل والحقوق اللي هي قد متأخرة وهم صرفوها العمال صرفوا يوم السبت والموظفين ان شاء الله يا بضور كان وزير الاستثمار قد وافق على عدد من مطالب عمال غزل المحلة والمتمثلة في تشكيل مجلس ادارة جديد للشركة اضافة الى صرف المكافآت السنوية على دفعات منتظمة عمال شركة المحلة هي اللي استجابت لارادة الحكومة ورأي الحكومة اللي هو ايه تاجل الاحتصام شوية او تاجل الاضراب شوية مدة معينة كده وهو متحدد لها تمانية مارس ورغم تنفيذ وعود وزير الاستثمار وصرف العمال استبتال ماضي مكافآت متأخرة لكن المشكلة لم تنتهي بعد احنا عايزين يا باشا الحد الادنى يطبع على شركة مصر لان شركة مصر اللي عنده دلوقتي بتحسب بالمليم بالمليم يعني احنا بتحسب دلوقتي الغاية دلوقتي بالمليم فاحنا بنرجو ان الحد الادنى يطبع علينا وقت ما يطبع يطبع علينا انا بقالي 41 سنة في الشركة ما شفتش انهير للشركة ده زي اللام اللي احنا فيها لي بنشد الدول ومسؤولين الدولة انها تتقرب بنا في الشرك وتتجنب مشاكل عمال انتوا لو ان عمال الحقوق حددولهم الحقوق دي عمال كلهم رجعوا كلنا رجعنا لشغلنا الحمد لله وكله بدأ الشغل باستقرار ورسالتهم الحمد لله واصلت لكل المسؤولين وما كانوش مطالب فئوية زي ما الدولة بصت لها لكن هي كانت مطالب عايزين مش عايزين يقفوا تاني ويطالب عمال غزل المحلة بضخ مزيد من الاستثمارات لعادة تشغيل المصنع بدلا من تشغيل الثلث فقط بسبب ضعف التمويل عادت الحياة الى طبيعتها وعاد عمال غزل المحلة الى عنابرهم بعد ان حلت الحكومة بعض المشاكل الانية وتأجيل البعض الاخر من داخل مصنع غزل المحلة صابر السكري النيل والى الاردن حيث اعلنت وزارة العمل هناك بان فترة تقنين الاوضاع الجديدة للعمالة المصرية في الاردن والبلغة ستين يوما ستبدأ بعد الحصول على قرار موافقة من مجلس الوزراء الاردني قالت الوزارة انه تم التفاق خلال اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة المصرية الاردنية العليا المشتركة بالقاهرة على منح العمال الذين لم يستفيدوا من المهل السابق مهلة قدرها ستون يوما لتنظيم اوضاعهم بشكل قانوني اتفق الاتحاد الاوروبي والبرازيل على مد كاب الاتصالات تحت الماء من مدينة لشبونة الى مدينة فورتاليزا البرازيلية وذلك لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في اعقاب تقارير ذكرت ان واشنطن تجسست على برازيليا جاء ذلك في ختام قمة اوروبية برازيلية بمقر المفاوضية الاوروبية في براكسل ركزت على التعاون الاقتصادي والتجاري لحماية مرور الانترنت في البرازيل من المراقبة الامريكية اتفق الاتحاد الاوروبي والبرازيل على مد كاب الاتصالات تحت الماء من مدينة لشبونة الى مدينة فورتاليزا البرازيلية وخلال قمة برازيلية اوروبية بمقر المفاوضية الاوروبية في بروكسل ناقش الجانبان امن المعلومات والخصوصية في اتصالات الانترنت في اعقاب تقارير ذكرت ان واشنطن تجسست على البرازيل وركزت القمة على القضايا الاقتصادية والعلاقات التجارية واعطاء دفعة جديدة لمحادثاتهم التجارية طويلة المدى البرازيل والاتحاد الاوروبي سيسبحاني قريبا جدا في موقف يتيح مناقشة التنازلات التجارية اعتقد اننا اقتربنا من تحقيق هذا الهدف لاول مرة فالكل مدرك لأهمية هذا الاتفاق التجاري المفاوضية الاوروبية من جانبها قالت ان الاتفاق سيؤثر على ما هو اكثر من التجارة لانه سيسمح باقامة منطقة اقتصادية بين اوروبا وامريكا الجنوبية على المدى الطويل اوروبا تعمل على عقد عدد من الاتفاقيات الثنائية المختلفة وسيكون من المخجر ان لا يكون لدينا مثل هذه الاتفاقية طموحة مع اصدقائنا في البرازيل وتكتل دول امريكا اللاتينية التجارية ويعد الاتحاد الاوروبي اهم شريك تجاري للبرازيل حيث يستقبل اكثر من 20% من صادراتها ويعزى اليه ايضا نفس النسبة لواردتها بحسب ارقام المفاوضية لكن المفاوضات بشأن اتفاق شراكة مع تكتل دول امريكا اللاتينية والذي يعرف باسم ميركسور الذي يرمي الى تعزيز الصادرات والنمو تقدمت بشكل مضطرب منذ بدء المحادثات في عام 2000 مازلنا في الاتحاد الاوروبي ولكن في فرنسا حيث اقرى البرلمان الفرنسي قانونا جديدا يفرض غرامات على الشركات التي تغلق مصانع لا تزال قادرة على الاستمرار من الناحية الاقتصادية ويلزم القانون الجديد رئيس اي شركة يعمل بها اكثر من الف عامل ويريد اغلاق مصنع ان يمضي ثلاثة اشهر اولا في البحث عن مشتري كما يلزم القانون اي رئيس شركة بدفع غرامة تصل الى 28000 يورو عن كل وظيفة يتم فقدها في شركته بما لا يزيد عن 2% من الدخل السنوية انخفض سعر صرف اليوان الصيني عن متوسط السعر الرسمي للمرة الاولى منذ شهر سبتمبر 2012 واحدد بنك الشعب الصيني متوسط سعر اليوان مقابل الدولار عند 6.12 وهو ادى الى تراجع سعر اليوان في سوق الصرف الاجنبي الى 6.13 بعد ان سجل عند الفتح 6.106 من الف استست موريز لتصنيف الاتمنية ارتفاع معدل النمو الضعيف للاقتصاد الهندي بنسبة 5.5% خلال العام المالي المقبل وارجعت موريز ذلك لتوقعات بتأجيل تطبيق الاصلاحات الاقتصادية بسبب الانتخابات العامة المقبلة وتوقعت وكالة التصنيف الاتمنية افاقا سلبية لقطاع تكرير وتسويق المنتجات النفطية في ظل استمرار ضعف هامش ارباح التكرير ومعاناة الشركات من تأخير استرداد فارق دعم المنتجات النفطية من الحكومة الى كوريا الجنوبية حيث اقرت الحكومة الكورية الجنوبية خطة اصلاح اقتصادي لمدة ثلاث سنوات بقيمة ثلاثة فاصل تسعة تريليون وان من اجل تحقيق قفزة اقتصادية كبيرة تهدف الخطة لزيادة معدل النمو الاقتصادي الى اربعة بالمئة بحيث ترتفع نسبة التوظيف الى سبعين بالمئة ويصل نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي اربعين الف دولار من خلال معالجة ركود القطاع العام وتراجع مستوى القوى العاملة وزيادة الفجوة بين الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة نشرة انتهت ولم يبقى فيها سوى تذكير بالعنوين مؤسسة مورز للتصنيف الاقتماني تبقي على نظرة موسيقى